سهام على الرغم من مغادرة وفد حركة حماس من القاهرة إلى الدوحة فإن الأجواء لا تزال إيجابية وفقاً للمصادر المصرية والوسيط المصرية الذي يرى أن المباحثات هذه المرة كانت إيجابية وفد حماس انتهى من مناقشة جميع النقاط التي كانت تبدو غامضة وكذلك أيضاً ما يتعلق بإبداء المرونة أمام الوسيط المصرية والقطرية والأمريكية الآن يرى الوسيط المصرية أن الدورة بات واضحاً على الجانب الأمريكي ومن خلال مدير وكالة استخبارات الأمريكية وليام بيرنز الذي يزور القاهرة اليوم الثاني ويشاركه في تلك الاجتماعات بيرنز عقد اجتماعات مباشرة مع حركة حماس بشأن التأكيد على الضمانات الأمريكية وتقديم الضمانات لحماس وكذلك أيضاً للوسيطين المصرية والأمريكية فيما يتعلق بإقرار البنود الخاصة بالصفقة بيرنز أكد لحماس بأن موافقة حماس على هذه الصفقة تعني إتمامها حتى ولو قال نتنياهو لا وهذا الأمر شدد عليه بيرنز خلال تلك الاجتماعات مع حركة حماس بأن قبول حماس بهذه الشروط وبهذه الصفقة على النحو الذي جرى الاتفاق عليه يعني بأن ضغوطاً أمريكية سيتم موارستها على الجانب الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة للإعلان عن مدى إمكانية نجاح تلك المفاوضات من عدمه وبالتالي سيتم الإعلان عن ذلك خلال ربما الساعات المقبلة بعد يومين من المفاوضات في القاهرة ربما المصادر المصرية تتحدث عن أن بعض ما يتم تناوله في وسائل الإعلام ليس صحيحاً نظراً لتداول البعض يعني وضع الاحتلال الإسرائيلي شروطاً تتعلق بعدم إمكانية تقديم ضمانات لوقف إطلاق النار في المرحلة الثالثة لكن المصادر المصرية حتى الآن تؤكد على أن الورقة التي تقدمت بها تقول بأن وقف إطلاق النار يمكن أن يحدث مع استمرار المرحلة الأولى والثانية وتطبيق المرحلة الثالثة في غضون 124 يوماً وهي المدة التي حددتها مصر في تلك الورقة التفاوضية كذلك أيضاً ما يتعلق بعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال مرة أخرى وعدم العودة مرة أخرى لإطلاق النيران أو السماح لإسرائيل بالإقدام على تنفيذ عملية عسكرية في رفح إذا ما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وفقاً للمرحلة الأولى وبالتالي القاهرة حتى الآن وفقاً للضمانات أيضاً التي تقدمها واشنطن ومن خلال مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الذي كان فيه سابقة من خلال اجتماعاته مع وفد حماس في القاهرة تؤكد على أن مسألة الوصول إلى الصفقة لا يزال أمراً مطروحاً ولا يزال ممكن حتى هذه اللحظة خاصةً وأن القاهرة تصف هذه الفرصة بالفرصة الأخيرة وعملت على الضغط على حركة حماس للقبول بتلك الصفقة مدام ستصل في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار وهو الأمر الذي أكدته حماس في بيانها اليوم أيضاً على أنها أتت إلى القاهرة بروح إيجابية وأن أي اتفاق يصل إلى وقف دائم لإطلاق النار هو المسعى الأساسي والرئيسي لحركة حماس وهو الأمر الذي شددت عليه القاهرة أيضاً وكذلك أيضاً وضعته واشنطن كضمانة لديها وبالتالي الآن نحن في انتظار الدور الأمريكي الذي سيتم من خلاله الضغط على الجانب الإسرائيلي للقبول بهذه الصفقة وفقاً للشروط التي منحت واشنطن إياها الضمانات لحركة حماس وبالتالي نحن في تركب سواء حضرة وفد من جانب الاحتلال الإسرائيلي أو كان الأمر باتصالات من جانب بيرنز مع الجانب الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة شكراً جزيلاً لك محمد الحمروي مرسلنا كنت معنا من القاهرة